اشتركوا في القناة اذا لا سمح الله استمر الوضع كما هو حاليا نعيد شرحه باذن الله الحصة السابقة بدأنا بالوحدة الخامسة وتحدثنا عن الأرض والشمس الحصة السابقة ذكرنا الأرض وأن الأرض هو اللي ربنا خلقها والله هو الخالق تتكون من شغلتين أساسيتين من اليابسة والماء تحدثنا وسألنا مما تتكون الأرض؟ قلنا تتكون من يابسة وماء في الحصة السابقة تحدثنا عن صخور الأرض وحددناها ويش نستفيد منها اليوم إن شاء الله بدنا نتحدث عن درسنا الثاني وهو الماء درسنا الثاني وهو الماء الماء يا أول مهم جدا في حياتنا مهم جدا في حياتنا سؤال هل يستطيع أحد أي إنسان أو حيوان أو نبات الاستغناء عن الماء؟ طبعا لا لا يستطيع لا الإنسان ولا الحيوان ولا النبات الاستغناء عن الماء لابد لنا من الماء لابد لنا من الماء ورب العالمين خلقنا الماء وزي نتذكر لما أخذنا درس الماء في كتابنا اللغة العربية كان هناك آية آية صغيرة قال تعالى وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ إيش المقصود بالآية يا أول؟ إن الله عز وجل خلق الماء وإحنا زي ما أخذنا بدرس الدين كمان إن الله هو الخالق خالق هذا الكون بما فيه فلا يستطيع أي إنسان أو حيوان أو أي كائن حي إنه يستغني عن الماء لأن الماء هو أساس الحياة الماء هو الأساس في الحياة في هذا التمرين الثاني الموجود عندنا بصفحة 28 اللي بطلب بنا بقول أبحث بمساعدة معلمي في سورة الأنبياء عن الآية الكريمة التي تبين أهمية الماء هي آية الثلاثين يا أول اللي ذكرناها قبل قليل وجعلنا من الماء كل شيء حي الإنسان الحيوان النبات يحتاج إلى الماء كلها تحتاج إلى الماء النبتة لو عندي أنا نبتة وتركتها يوم ويومين بدون أن أسقيها الماء خصوصا في فصل الصيب أجعلها بلقيها ناشفة ودبلانة أنت الإنسان تستطيع الاستغناء عن الماء لا هنا في واحد بقول لي طب ما إحنا مصر بشهر رمضان ما منشرب ماء نعم نحن في شهر رمضان إن شاء الله يا رب حل علينا شهر رمضان باليمن والبركة وإن شاء الله إحنا في أحسن الأحوال بإذن الله وهاي الغمة اللي إحنا منعاني منها رايحة بشهر رمضان يا أول نحن نصوم من أذان الفجر إلى أذان المغرب وبتلاقي أول شغلة بنعملها كلنا منشرب ماء جسمنا بيستحمل هاي الفترة لكن أكثر من هيك بصيبنا جفاف لذلك الماء ضروري لحياتنا طيب إحنا منعيش في وطننا الأردن نحن نعيش في وطننا الأردن في عنا جملة بتقول يعاني الأردن نقصا في الماء ويزداد استهلاك الماء مع زيادة عدد السكان نعم إحنا يا أول بنحصل على الماء من أين نعم من الأمطار المطر بينزل لما بينزل المطر يأول بيغذي هاي الأرض وبيغذي كل شيء في عندي قصة صغيرة صديقتنا اسمها قطورة قطورة يا أول نقطة ماء بتقول أنا بكون في الغيوم في السماء بجتمع أنا وزميلاتي ولما يصير لعنا الغيمة مليانة 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 وبيصدموا غيمة وغيمة بيصدموا مع بعض بيعملوا بوم بوم بيصدموا هدول الغيمات بتنزل قطورة اللي هو المطر قطورة يا ترى وين بتروح يا أول بتروح على الأنهار بتروح على البحار بتروح على الآبار هاي الحفر الكبيرة بتكون محفورة بالأرض بتروح على السدود يكون زي حيات كبير وبعدية حفرة بخزنه فيها الماء قطورة بتروح هون يا أول بتتخبه حتى إحنا فصل الصيف ناخد منها مي بوصلنا إياها عن طريق أنابيب كبيرة فصل الصيف بتطلع مين شمس الشموس الحلوة بترجع بتسخنها المي وبترجع قطورة كمان مرة هي وصحباتها وين يا أول للغيوم وبترجع تجمعك مرة تانية وبترد تنزل فصل الشتاء وهكذا ها هي أول دورة حياة قطورة اللي هي المي اللي إحنا منستفيد منها طب بما إنه إحنا الأردن ومنعيش فيه والمي فيها قليلة جدا شو لازم نعمل خلينا نفكر شوي عبما ييجي الفيديو التاني